عايزك تكلمني عن تجربتك أنت وزوجتك في معرض طراصنا ولقاءكه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضرتك كان مشاركتنا في المهرجام بتاع تونس جهاز تنمية المشروعات اتعرف علينا وعلى شغلنا هو كان سيدة المحافظة يصام سعد يعني تصور معي أنا والأولاد في الباكية بتاعتنا وكان شافوا الشغله وعجبهم يعني فليت حد بيتصل علينا من جهاز تنمية المشروعات بيقول لي فيه مسابقة معمولة في المعرض طراصنا وقالتوا شغلكوا كويس وشغلوا أسراء فممكن تشاركوا معنا في المسابقة بالفعل مالينا الاستمارة ورحنا أعرضنا شغلنا كل المحافظات طبعا عرضة تعرضنا على لجنة واثنين وثلاثة والحمد لله كانت المفاجأة يوم تكريم الرئيس نفسه إن احنا خدنا المركز الأول ما كناش نعرف يعني تحكي لنا بقى عن يوم لقائك بالسيد الرئيس عن تفتاح السلس والله يعني كان مفاجأة بالنسبة لنا بصراحة ويعني كانت حاجة كويسة ما حصلتش لنا قبل كده أو لحد منطقة المشروع اللي احنا هكنا مقدمينه كان باسم المدام أنا حبيت يعني إن هي ربة منزل وفي نفس الوقت حبيت أحطها في صورة تلق بيها برضو يعني هي مش معنى إن هي ربة منزل تبقى بالنسبة لي مش حاجة يعني إن شاء الله فأنا حتى هما في اللجنة قالوا طب إنت أتقابل الرئيس ولا هي اللي تقابله فأنا فضلت من هي اللي تقابله هي اللي قابلت سيادة لأن يعني كفاية عليها المجهود اللي بتبزله وكفاية إن أنا ما خلتهاش كمل التعليمات بس فهي برضو يعني لها ضر وفضل كبير في الأسرة ما هي لي عن لقاءها بسيد الرئيس؟ هي طبعاً كانت فخورة جداً بلقاءه وكلنا كنا فخورين يعني كان سعادة غامرة للأسرة كلها